ومشاهدين الكرام عودة للنبأ الأبرز في نشرتنا حيث أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي تميز العلاقات الأخوية التي تجمع بين مصر والكويت جاء ذلك خلال استقبال الرئيس السيسي لوزير الخارجية الكويتية عبدالله اليحية وعلى الصعيد الداخلي عقد الرئيس السيسي اجتماعا مع رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي لمتابعة عدد من ملفات عمل الحكومة من بينها مجمل المؤشرات الاقتصادية وجهود الحكومة لتوفير بيئة استثمارية جاذبة خاصة في قطع الصناعة استقبل السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي السيد عبدالله علي اليحية وزير خارجية دولة الكويت وذلك بحضور الدكتور بدر عبدالعاطي وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين في الخارج وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن وزير خارجية الكويت حرص في مستهل اللقاء على نقل تحيات سمو الأمير مشعل الأحمد الجابر الصباح للسيد الرئيس وللشعب المصري منوها في هذا الإطار إلى زيارة أمير الكويت الناجحة لمصر في أبريل الماضي وما أظهرته من قوة وعمق العلاقات التاريخية بين البلدين على المستويين الرسمي والشعبي من جانبه بادل السيد الرئيس التحية والتقدير لأخيه الأمير مشعل الأحمد الجابر الصباح مؤكدا تميز العلاقات الأخوية الوثيقة التي تجمع بين البلدين الشقيقين وقد تناول اللقاء في هذا الإطار جهود تطوير العلاقات الثنائية في جميع المجالات لا سيما من خلال اللجنة المشتركة بين الدولتين التي بدأت فعليات دورتها الثالثة عشر خلال زيارة وزير الخارجية الكويتي للقاهرة وقد تم في هذا السياق تأكيد الحرص المتبادل على دفع عمل اللجنة المشتركة للأمام لتحقيق مصالح الشعبين الشقيقين وأضاف المتحدث الرسمي أن اللقاء تطرق أيضا إلى الأوضاع الإقليمية حيث تم استعراض سبل تعزيز العمل العربي المشترك في مواجهة التحديات الراهنة وأوضح السيد الرئيس في هذا الصدد استمرار جهود مصر بالتعاون والشراكة مع قطر والولايات المتحدة لتعزيز فرص التهديئة من خلال التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار بشكل فوري بقطاع غزة بما يسمح بإدخال المساعدات الإنسانية لأهالي غزة وإيقاف التصعيد الإقليمي وفي ذات الإطار ثمن السيد الرئيس المواقف الكويتية الداعمة للقضية الفلسطينية فيما أشاد وزير خارجية الكويت بالدور المصري المحوري في جهود استعادة الاستقرار بالمنطقة وتم الاتفاق على تأكيد ضرورة تحل الأطراف كافة بالمسؤولية لوقف نزيف الدم ومنع اتساع نطاق الصراع في الإقليم كما عقد السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي اجتماعا مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء لمتابعة عدد من ملفات عمل الحكومة من بينها مجمل المؤشرات الاقتصادية وجهود الحكومة لتوفير بيئة استثمارية جاذبة خاصة في قطاع الصناعة كما تابع السيد الرئيس في هذا الصياق حزمة التسهيلات التي أعلنتها وزارة المالية بهدف تطوير وتبسيط المنظومة الضريبية بشكل شامل لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمستثمرين وقد وجه السيد الرئيس في هذا الصدد بالتنفيذ الدقيق والمتابعة المستمرة لحزمة التسهيلات والتيسيرات الضريبية بما يحقق أهداف تبسيط المنظومة وبناء الثقة وعلى النحو الذي يعطي دفعة قوية للاستثمار والاقتصاد المصري